وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 63 طن وفي مجالات الحجب والاحتكار والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 24.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18.5 طن كما تم ضبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 616 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فيما تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 107 أطنان أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي